السلام عليكم ورحمة الله من بعض الأخطاء التي يتجاهلها مستعمل تطبيق الواتساب وخصوصا النساء وهي الصور إذن في هذا الدرس سوف نتعلم كيف نمنع وتضع حاجز على صورك من انتشارها على تطبيق الواتساب إذن قبل الانتقال إلى الشرح إن كانت لك هذه أول مشاهدة لا تنسى بدعمي بالضغط على زر الاشتراك والمتابعة وعمل لايك ومشاركة هذا المقطع مع الأصدقاء والأحباب إذن تقوم بفتح تطبيق الواتساب بشكل عادي وبعد ذلك تقوم باختيار الشخص الذي تدردش معه أو تريد إرسال له صورة أو عدة صور فأنا على سبيل المثال سوف أقوم باختيار هذا الشخص أقوم بتقطع عليه نحن اعتدنا دائما على هذا الخيار وهو عندما تريد إرسال صورة أو عدة صور لأي شخص على تطبيق الواتساب يعني اعتدنا على هذا الخيار إذن لا تقوم بالضغط على هذا الخيار سوف نقوم بالضغط على هذا الخيار كما تشاهدون وبعد ذلك نقوم بالضغط على المعرض من هذا المكان وهنا سوف تظهر معك جميع الصور المتواجدة على الهاتف الخاص بك إذن للسبيل المثال سوف نقوم باختيار هذا المجلد توجد فيه جميع الصور المتواجدة على الهاتفك على الهاتفك نقوم بالضغط عليه وبعد ذلك تقوم باختيار الصورة التي تريد إرسالها لهذا الشخص أو عدة صور إذن على سبيل المثال سوف نقوم باختيار هذه الصورة نقوم بالضغط عليها إذن قبل الضغط على هذا الخيار كما تشاهدون يوجد في هذا المكان خيار مكتوب عليه واحد إذن سوف تقوم بالضغط عليه وبعد ذلك تقوم بالضغط على موافق وكما تشاهدون لقد تم تغيير اللون الخاص بهذا المكان إلى اللون الأخضر إذن تأكد حتى يصبح باللون الأخضر وبعد ذلك تقوم بالضغط على إرسال كما تشاهدون لقد تم إرسال هذه الصورة إلى هذا الشخص إذن في ماذا سوف تنفعك هذه الميزة أو هذه الطريقة هذه الطريقة فبمجرد أن يسلمها أو يشاهدها هذا الشخص فإنه سوف يشاهدها لمرة واحدة وسوف يتم حدفها بشكل تلقائي عندما سوف يشاهدها ولا يستطيع هذا الشخص عندما يرى هذه الصورة التي أرسلتها إليه أن يقوم بعملها سكرين شوت وهكذا سوف تمنع أو تحمي صورك في الواتساب حتى لا تنتج لا تنسوا مشاهدة هذه القائمة قائمة التشغيل سوف تجدون فيها جميع الشروحات الخاصة بتطبيق الواتساب وسوف تجدون فيها بعض الشروحات التي سوف تنفعكم كثيرا إذن تحية لكم والسلام عليكم